رمضان مدرسة العمر رمضان مدرسة العمر مدرسة لتربية الإنسان نفسه على طاعة الله على عبادة الله على الخيرات ولهذا إذا وفق فعلا المرء لاغتنام رمضان يخرج من رمضان بالتقوى مستصحبا لها في حياته إلى أن يأتي رمضان الآخر ثم يبدأ مغتنما خيرات رمضان وبركاته يتهذب ويتربى ويتزود بزادي التقوى فلا تزال الخيرات تتكرر عليه بتكرر رمضان ولهذا ينبغي أن نعلم أن إدراك رمضان غنيمة عظيمة جدا كم من إنسان كان يتمنى أو يؤمن أن يدرك رمضان وربما قبل رمضان بيوم أو يومين حالة بينه وبين رمضان المنية بل ربما كان يؤمن أن يدرك رمضانات عديدة ولهذا ينبغي على الناصح لنفسه أن يستشعر أن إدراكه لرمضان غنيمة ثمينة جدا في حياته لأن هذه محطة في حياتك تعتبر ثمينة جدا لا تفوت وما ذهب من حياتك من فرص ثمينة لا يعود والعاقل الناصح لنفسه ينتهز هذه الفرص الثمينة ويستثمرها أحسن استثمار